السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية أونلاين إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل الكتاب جيم بالصف الثاني لإعداده هناخد النهاردة هناخد كل ما أتعلق بالفكاب هنقرأ الكلمات ونتعرف النقطة الصحيح هنقرأ نصوص الريدنج ونصوص الليسنينج ونتعرف على النقاط اللي بين السطور اللي ممكن تيجي في الامتحانات كمان هنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التركات اللي ممكن تقابلنا هنتعرف كمان على أسهل طريقة نحلي بها سؤال الديالوج وسؤال البراجراف اللي معظمنا بالشيك منهم هنحلي على ذا كلها السئلة ونقول السبب بتاع الحل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعي أصحابكم كمان لأنه ذاك برضا عاملين علشان نستمر ويا سلام كمان لو تشاير الفيديو لأصحابك يبقى قطر ألف شهرك يلا بنا نبدأ مع أهم كلمات ها قرأ أكل كلمات راتين Attack Attack Brave Brave Competition Competition Date of birth Date of birth Final Final Handball Handball Junior Junior Kediv Kediv Medicine Medicine Charity 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 National National Nuclear 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 Patron 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 Princess Princess Senior 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 Shark Shark Successful 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 Teamwork 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 Treatment 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 Hero أهم الجوب لوظائف Charity worker Charity worker Scientist 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 Sports coach Sports coach Heart surgeon Heart surgeon نأخذ Addition Vocabulary مفرطات الضفية Against 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 Daughter 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 Die Event 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 Improve Improve Africa Cup of Nations The Africa Cup of Nations Land Land Preparatory Preparatory Pleased Pleased Primary 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 University University The Under-19 World Cup Final The Under-19 World Cup Final Nاخد Checkpoint جاب لي أربع كلمات وجاب لي ثلاث جمل هازم نحط الكلمة في المكان المناسب طبعا عشان نحل السؤال ده أقرأ الكلمة هتوفر معناها وأقرأ الجمل لو شوف الكلمة في المكان المناسب Improve يعني يحسن كيديف الوال الخداوي ضاي يموت ديت تاريخ Princess فاطمة إسماعيل was the daughter of إسماعيل الأميرة فاطمة إسماعيل بنتي مين طبعا بنت الخداوي إسماعيل يبقى هنا كيديف يبقى هنا كيديف يبقى هنا نمبر 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 This site الموقع ده asks for your name بيطلب اسمك and you're of birth طبعا هنا date of birth تاريخ الميلاد نمبر ثري I practice a lot to not in playing the guitar أنا بتضرب كتير عشان إيه طبعا هنا to improve in playing عشان أتحسن طبعا في فعز في لإيه الجيتار ناخد بعك the language expressions تعبيرات لغوية do experiment يجري تجارب معملية get a prize يحصل على جائزة lose a leg يفقد ساقا make a hero يصنع بطلا أهم البربوسيشن زحرو في القر boy طبعا بيقوا راح في الفينجي معناه بواسطة good أو the best at جيد أو الأفضل في help with يساعد في look inside the body ينظر داخل القسم play for يلعب لي throw into يرمي في داخل was born in ولد في with hard problems ذو مشاكل في القلب ناخد بعك تصرفات الافعالة غير منتظمة become became become lose lost lost mean meant meant throw through thrown بعد كده الwords والأوبزت الكلمة وعكسها dangerous معناها خطير الأوبزت أو الأنتوني معكسها يعني safe آمن كلمة ill مريض عكسها will بالصوحة جيدة female مؤنث عكسها male مذكر كلمة janior مبتدئ أو ناشئ عكسها senior أو older يعني أكبر صناً أو زو خبرة nervous عصبي أو متوتر عكسها patient صبور brave شجاع عكسها coward جابان جاب لتشيكوانت نمبر اربع أو خمس كلمات المرات وقبله اربع جمل نفس الطراء بتاع السؤال الفات نمبر one أنا شفت طير رجل واحدة ليه رجل واحدة يعني كنت بتسأل how it طبعا how it تكمل كده it's other leg يعني كيف فقدها رجل التاني تمام نمبر سارة سارة جيدة فيه طبعا اسمها good at drawing نمبر four you can score in a handball احنا ممكن تحرز هدف في كرة اليد buy the ball into a goal لما ترمي الكرة في المرمى يبقى هنا يبقى by throwing عن طريق القاء الكرة في المرمى تمام ناخد دلوقتي اهم من language notes اهم الملاحظات اللغوية نمبر one work as زائد الوظيفة يعمل ك يعني بعد كلمة work as بنجيب الوظيفة مثلا my father works as a teacher بابا يعمل ك مدرس he stopped his work as a surgeon وتوقف عن العمل بتاعه كجراح الملحوظة التانية the first not to plus infinitive اول ايه من كذا لما قل مثلا they were the first team from africa هم اول فريق من افروكيا to win the under 19 world cup final in 2019 كان اول فريق من افروكيا يفوز بكأس العالم او نهاية كأس العالم سالة 2019 لأي تحت 19 سنة الملحوظة التالتة use بنجيب وراء الشيء ونجيب to the mother او for وفعل for energy او طبعا no بمعنى يستخدم لما قل مثلا ancient Egyptian المصريين القدماء doctors الدكاترا المصريين القدماء used plants بيستخدموا النباتات ليه ممكن اقول to help او for helping people with burns عشان يساعدوا ناس اللي عمدهم ايه هروق نقطة رابعة number four بنجيب الفاعل بعدها last بعد كده البسيط الول ماضي البسيط اخر مرة لما قل مثلا احنا شوفنا اخر مرة يعني من ثلاثة ايام احنا شوفنا اخر مرة في السباق رانا was the first the finish line في السباق كانت رانا اول واحدة ايه تعبر خط النهاية يبقى the first ايه the first to cross تمام يبقى انا بنجيب المصدر يبقى امرتو اخر مرة زورت من شهر طبعا هنا بيكلم عليها الماضي يبقى المدرس استخدم بعض الايه عشان طبعا ايه عشان يعني يشرح الدرس كويس يبقى يبقى some drawings to explain اللي جاية يكون بشرح الدرس بطريقة جيدة my aunt works a nurse she looks after patients يقول هنا عميت او خلطه يعني تعمل كم مريضة يبقى works as a nurse she looks after patients تعمل ايه طبعا او تعتني هنا looks after patients تعتني بالمرضى ناخد vocabulary builder جزء هنا اسرائي الدراسة والفهم وليس الحفظ اول حاجة لازم انتفهم معاني كلمت دي definition مصابقة او منافسة معناها بالانجليش an event when people try to get a prize يعني حدث الناس بتحاول ليه تحصل على جائزة by being the best at something انهم يكونوا الافضل في شيء ما handball برة اليد a sport with seven players in a team يعني رياضة فيها سبع لعيبة في الفريق they score by throwing the ball into a goal وطبعا بيرموها عن طريق يعني القرى في المرمى january مبتدئ او ناشئ four younger people طبعا لناس لهم ايه لهم الاصغر سنا pattern راعي او كفيل طبعا هنا gives money يعطي المال two people or places لناس او الاماكن scientist عالم does experiments يكون باجراء تجارب to study and find out about how things work عشان يدرس ويكتشف كيف كيف يتعمل الاشياء senior الاقبر سنا وخبرة يبقى four older people للناس الاكبر سنا sports coach مدرب رياضي teaches people how to play or improve in a sport يعلم الناس ازاي يعزفهم او هنا بقى كلمة play معناها يعزف لان ما بتيجي مع الالات الموسيقية معناها يعزف يعلم الناس ازاي يعلعبهم or improve او يحسنهم in a sport او يتحسنهم في رياضة ده اللي هو sports coach مدرب رياضي surgeon يعني يعني بيعرف ازاي يعني ازاي يفحص الناس او يفحص جذب الناس يعني يكشف عليهم who are اللي هو مرضى one فازة كان الاول في لعبة او في مسابقة يبقى ايه one فازة ما نقولش one بقى اسمها one ناخد بعكال الكلمة and synonyms والايه والمراضفة بتاعتها كلمة مريض طبعا معناها بتساوي مريض مسرور بتساوي سعيد الصوفيكس اللي حرف اللي حق ناشم يعني امة لما طفلها ال في اخرها تحول الاسم ده الى صفة بقت ناشونال وطني او قومي نجاح لما ضف لها في اخرها بتحول الاسم الى صفة بقت ناجح في بقى عندنا كلمات مشابهة لكن مختلفة في المعنى كلمة شجاع لكن ملخص قلب لكن هيرت يؤذي او يؤلم نقل بعكذا اهم المهارات نصص reading و listening لسنتو هنا عندنا ايجيبشن هيروز الابطال المصري the egyptian handball team are heroes فريق قرة اليد المصري يعتبر ابطال they won the handball africa cup of nations in tunisia in 2020 هما فازوا بكأس الامم الافراقية لقرة اليد بتونس 2020 they won the final وما فازوا بالنهائي against ضد من tunisia 27 23 فازوا 27 23 that means they are the best team in africa معنى كلمة ان هما افضل فريق في africa this is not the first time egypt's handball team played in a final دي مش اول مرة ان فريق قرة اليد المصري يعني يلعب في النهائيات in 2019 2019 the january team won the under 19 world cup final 32 28 again as the germany 6 2019 الفريق اللي هو عليه الناشئين المصري بتاع قرة اليد فاز في بطول كاس العالم تحت 19 سنة فاز في النهائي 32 28 32 28 again as the germany ضد المانيا they were the first team from africa to win it كانوا اول فريق في افراقيا يفوز بالبطول دي in 2018 سنة 2018 the senior team الفريق الكبار الاساسي يعني القومي were also in the final of the africa cup of nations كانوا كمان في النهائي في كاس الموافراقي but lost the final against tunisia لكن خسروا في النهائي ضد تونس now الآن lots of people in egypt love the sport يعني الناس كثير في مصر بيحبوا الرياضة دي let's hope يعني يلا نتمنى the Egyptian team can win competitions again ان الفريق المصري يمكن يفوز بالبطولات مرة اخرى نحل اسئلة على اهم الكلمات number one our not team won the all the country was happy فريقنا لهو انفاز بالنهائي كل البلد بتاعتنا كانت ايه كانت سعيدة الفريق القومي لان global عالمي preparatory اعدادي primary ابتدائي number two another someone who is older and has more experiences in life شخص يعني اكبر في السن وعنده خبرات كتيرة في الحياة طبعا ده امين بنتكلم كده على senior لو ايه قلنا الكبار او شخص الكبير يعني زو خبرة لان princess اميرة teenager مراهق junior لو الناشئ number three it's important to take your not on time to be better من المهم انك تاخد ايه طبعا take your medicine مهم جدا تاخد الدواء بتاعك في الوقت المناسب المعد المحدد to be better عشان تبقى افضل number four the noot wore a beautiful dress in the party she was so attractive هي كانت جذابة جدا يبا هنا يبا the princess الاميرة كانت مرتديها فرسان جميل عشان كده هي كانت ايه جذابة جميلة جدا number five she played her school team and scored many goals هي لعبت للفريق بتاع المدرسة واحرزت اهدف كتيرة تلعب لصالح فريق يبا هنا play it for letter b number six ياسر داي بالعمس i know it an experiment in the science lesson بالامس ان ايه طبعا هنا انا قمت عامل تجربة في معامل العلوم كلمة experiment بتاخد did يبقى letter c number seven the dog knew it the boy but it didn't hurt him عازو لك ان الكلب ايه الكلب طبعا هاجم على الولد لكنه نقصبوش يبا هنا attacked letter b number eight last week الاسبوع الماضي my favorite plant النبات المفضل عندي كان ايه because we didn't water it enough لان طبعا احنا لم نقوم بايه بريو بالقدر الكافي يبقى اكيد النبات المفضل عندي بدل مره ما قمناش بريو يبقى هو ضايد يبقى النبات ده مات خالص تمام بعد كده number nine دكتور مكدي عكوب دكتور مكدي عكوب helps children heart problems بيساعد الاطفال اللي عندهم قلب او مشاكل في القلب يبقى with heart problems number ten if you get high marks you will a prize لو حصلت على يعني درجات عالية اكيد طبعا هتفوز بالايه بالجيزة يبقى you will win a prize او فيفوز number eleven noat is a sport with seven players in a team they score by throwing the ball into a goal طبعا هنا الرياضة ديت فيها سبعة العيبة في الفري بيحرزوا عن طريق احراز بيحرزوا الهدف يعني عن طريق ايه عن طريق انهم يربوا القرة في المرمى يبقى رياضة ايه handball كرة اليد number twelve my mother was so not because I cleaned up my room ماما كانت ايه لانه نضفت الحقر بتاعتي يبقى هنا كانت pleased مصرورة جدا لاني angry غاضب nervous متعصب ساد حزين number thirteen when a group of people have the ability to work together لما مجموعة من الناس عندهم القدرة انهم ما يعملوا مع بعض it's cold ده بنسميه ايه patron رائع او كفيل لا ما تنفعش date تريف لا treatment علاق ما تنفعش برضو انما team work يبقى عمل جماعي مجموعة بتشتعل مع بعض number fourteen do you feel not during exams البط شر بايه يعني اسنان الامتحان اكيد طبعا كلنا بنشعر بايه متعطر ومتعصب number fifteen سامي كان مريد وزهب للمستشفى لايه طبعا انا يعني من اجل العلاج يبقى عينا letter in نكمل اسنان بتاعت الكلمات time to practice number one طبعا الاسنان دي كلها جاية من امتحانات السنة الفات بتاع الادراط اسئلة مهمة وفع فقار جميلة number one my teacher is very he never gets nervous المدرس بتاعي هو ايه؟ عمره ابدا ما بيتعصب اذا هو patient يعني صبور لان brave شجاع مش هتنفع slow بطيء مش هتنفع ugly قبيح number two I always give money to a or an that helps poor people انا دائما بيعطي المال لمن اللي هم دائما بيساعدهم الناس الفقراء اكيد طبعا بديها للمؤسسات الخيرية او الجامعات الخيرية maturity involuntary تطوعي emergency طوارئ environment بيئة number three and what does experiments to study how things work من اللي بيقوم بعمل التجارب عشان نيدرس ايه؟ كافية عمل الاشياء طبعا هنا هنأتكلم على surgeon ولا scientist بدل how things work يبقى على طول العالم لو ايه؟ scientist عالم تمام number four ان كلمة surgeon لو انتم فاكرين الجراح بيكشف على ايه؟ او بيفحص الناس بيقولك inside the body داخل الجسم teacher معلم و vet طبيب بيطار دول مش هينفعهم number four everyone works hard to be كل واحد بيعمل بجد لكي يكون ايه؟ طبعا to be successful لكي يكون ناجح number five in twenty twenty ساعة الفين وعشرين Egypt won the final match مصر فازت بالايه؟ بتاعيز قولك بالنهائي المباراة النهائية طبعا كانت ضد مين؟ ضد تونس يبقى هنا يبقى against ضد تونس تمام number six and what trains people how to play or improve sports من بقى اللي بيدرب الناس ازاي يلعبهم او يحسنهم الرياضة بتاعتهم اكيد sports coach اللي هو المدرب الرياضي لان كلمة scientist عالم surgeon garao charity worker عامل في الجمعاء الخيرية number seven the not handball team won the under 19 world cup final فازوا الكأس العالم تحت تحت 19 سنة يبقى دول مين؟ يبقى كده ضد جينيور handball team اللي هو فريق الناشئين القومي number eight our not is a large dangerous animal هايوان كبير وخطير that lives in the sea بيعيش في البحر طبعا بنكلم كده على ايه؟ shark اللي هو القرش سمكة القرش لكن eagle اللي هو النسري يعني turtle سلحفاه crab اللي هو السرطان بتاع البحر او الكابورية زي هم يقول يعني number nine the Egyptian handball team are all they won the cup فريقه رطل يد المصري كلهم كانوا ايه؟ هم فازوا بالكاس يبقى كيد heroes كلهم كانوا ابطال نمبر ten he not his camera yes or they هو عمل ايه في الكاميرا بتاعته بالامس؟ بلايد لعبة ما ينفعش انما lost ايوه هو فقد الكاميرا بتاعته وطبعا ريد كراءة painted قام بيطلق اولوانة يبقى ليه تربيه number eleven a not gives money to people or places يعطي المال للناس او تليه الاماكن اذا دمين يعتبر patron لو الكفيل او الراعي طبعا volunteer متطوع coach مدرب surgeon جراع number twelve a or not is an event when people try to get a prize حدث الناس في بتحاول تحصل على الجائزة يبديد مسابقة competition number thirteen and what knows how to look inside the body to help people who are ill طبعا بيعرف ازاي يفحص جسم الانسان من الداخل للناس اللي هم المرضى عشان يساعتهم يبقى هنا surgeon اللي هو القراح surgeon كلمة pilot طيار teacher معلم baker اللي هو الخباز number fourteen brave is the opposite of كلمة brave مدادة لإيه brave شو جاع يبقى عكسها coward جبان number fifteen this is the school which won the match دي المدرسة اللي فازت بالمباراة المباراة اللي هين النهائية يبقى final match مباراة نهائية لان كلمة fan مروحة fin اللي يزحنا فتع السمكة final يعني بصورة نهائية او نهائية او في النهائية يعني number sixteen ساميرا موسا ساميرا موسا كانت اول عالمة مصرية يعني انثى في مجال ايه طبعا new clear scientist عالمة في مجال ايه الطاقة النهوية نقوم باكده الجزء الخاص بجرامر the past simple tense زمن الماضي البسيط هناخد مثال الاول عليه ونفتقر التكوين بتاعه قولناها قبل كده كتير مثلا they visited their uncle yesterday هم قاموا بالزيارة عمهم بالامس اذا هم الزيارة تمت بالامس امباراة فالحدث ده تم وانتهى وده استخدام الماضي البسيط يستخدم للتعبير او يستخدم الماضي البسيط لان نتحدث عن فعل حدث في الماضي وانتهى او بنعبر عن عدد فين في الماضي يبقى انت عندك استخدمين دلوقتي يبقى فعل حدث في الماضي وانتهى تمام كده او تعبير عن عدد في الماضي مثلا هو شاهد التلفاز الليلة الماضي هطلع من النقطة دي بالتكوين بتاع الماضي البسيط ان الماضي البسيط يتكون من التصريف الثاني للفعل يبقى الفعل الاول واجيب بعد كده تصريف تاني طبعا هجيب التصريف التاني ازاي طبعا التصريف التاني قد يكون فعل منتظم او غير منتظم طب والفعل ممكن يكون ايو وي زي هي شي ات او اسم مفرد او اسم جامع حسب الجملة مثلا انا بقول ايه؟ يعني اختي من الضفض اللي ايه لحجرة بتاعته كلمة دي هنا ده فعل ماضي ونضفنا له اي دي خليب اكون ده فعل منتظم انا واخوه يشترينا اشترينا سيارة جديدة كلمة الماضي من باي ده فعل غير منتظم يبقى في فعل عنده منتظم وفعل غير منتظم الفعل المنتظم زي ما احنا شايفين ممكن اضيف له دي او اي دي دي او اي دي او اي دي يبقى حسب يا جامعة ايه؟ حسب الجملة او حسب الفعل تمام؟ يبقى ممكن اضيف دي او اي دي او اي اي دي طبعا بنضيف دي لو الفعل منتهب اي فقط يبقى هنا تبقى بنضيف اي دي لو الفعل ما فيش اخر ايه يبقى طب لو الفعل اخر واي والوي قبلها حرف ساكن بحاول الوي الى اي وانضيف ايدي يبقى هنا تبقى ستادد طب نعمل ايه له وكان فعلي غير منتظم يحفظ كما هو لان ليس له قاعدة سبت طب ليش قاعدة سبت فبالتالي بنحفظه ايه ما هو كلمة وين الماضي منها ون ما تقولش ون اسمها ون لوس لوس هنفي زمن الماضي البسيط ازاي احنا حافظين على انتوا الفاكرين كنا بنقول ايه فاعل ديدنت زائد المصدر ثاني فاعل ديدنت زائد المصدر مثلا عادل انت مروان ديدنت arrive late for school عادل ومروان لم يصلوا متأخرين لمدرسة مثال ثاني هنه ديدنت understand the lesson هنه لم تفهم الدرس وانتوا ملاحظين حاجة بعد ديدنت جيه arrive دفع المصدر وينه جيه كمان ايه understand دفع المصدر تمام ازاي اكون سؤال في الماضي انا عندي نعمل اسئلة yes or no question وwh question yes or no ايه ده السؤال بهل يعني اول كلمة فيه معناها هل يعني كلمة did معناها هل طب تكون السؤال did فاعل مصدر ثاني did فاعل مصدر ثالث did فاعل مصدر سهلة جدا مثلا ايه بيكلم به بيقول له did you watch tv last night رد عليه قال له yes i did او no i didn't طب لو سؤال بيبدأ بعد دات استفهام بنسميه wh question نفس التكوين اللي فات ايوه بس بزود قبل did بجيب ادات استفهام يبال تكوين بتاعي هتلاقي ايه did قبل الحاجة الاول ادات استفهام did فاعل مصدر ثاني ادات استفهام did فاعل مصدر مثلا ايه بيكلم به قوله what time did the students get up امت الطلاب استيقاظهم they got up at six o'clock هم استيقاظهم الساعة السادسة يبقى هنا جاب لي did ملاحظين معها ايه معها فاعل مصدر لان ده السؤال طب والاجابة جاب الفاعل ماضي من غير did تمام يبقى في السؤال بجيب المصدر مع did لكن مفيش did بجيب ايه الفاعل ماضي يعني كلمة ياسر داي معناها امس last معناها الماضي ممكن نقول last Friday day الجمعة الماضية last week الهسبوع الماضي last year العام الماضي ago منذ وخلابها كان last بيجي ورها كلمة في الماضي تعبر زمنية يعني او مدة زمنية وago بيجي قبلها مدة زمنية in the past في الماضي from نجيب سنة ماضية to ونجيب سنة ماضية يعني من سنة كذا لسنة كذا in نجيب سنة في الماضي زي مثلا twenty ten الفين وعشرة four ونجيب ورها مدة مثلا my mom came home early yesterday ماما يعني اتت الى المنزل وبكرا بالامس last Friday الجمعة الماضية the children talked about a day out in the country الاطفال talked about كلموا عن اليوم خرجوا فيه عن ايه في الريف خلي بالك بقى هنا last يبدا ماضي لجيبت ايه talked تمام هنا كلمة came جبتها ليه في ماضي هنا came عشان كلمة ياسر ده يبما لا تلاقي كلمة تدوله على الماضي اختار ماضي بسيط سواء كان فعلي منتظم او غير منتظم خلي بالك احنا بنستخدم ون بمعنى عندما حتى مهم يا جمعة يا مصرح احنا كنا واخدينها واخدينها قبل كده معناها متى لا هنا معناها عندما مع زمن الماضي فبالتالي جملة مش سؤال when I was 12 لما كان عند 12 سنة I won a medal أنا فست بميداليا هاني أنا وهاني يعني كنا عاشين في طنطة when we were young لما كنا صغيرين يبقى وين هنا يا جمعة لما تيجي في الجملة معناها عندما وبتيجي مع الماضي البسيط نقطة مهمة بتلحبطنا وهي في الماضي ام تجيب في الماضي وام تجيب سريعا كده احنا قولنا من شوية بييجي معها فعلي مصدر سواء كان في السؤال او في النفي تمام طيب هنا طبعا مش هيبقى موجود فعلي مصدر ممكن اجيب وراها صفة يبقى ممكن اجيب was aware او wasn't خليب لكم ناخد الاولى نيبقى i he she it او اس مفرد بنجيب وراها was or wasn't was away او wasn't وخليب لكم وراها صفة مثلا شاهندا was absent ياسر داي شاهندا كانت غابة بالامس يبقى كلمة was كانت وجيب لي هنا صفة وراها i was so excited ياسر داي يعني كنت متحمس جدا بالامس يبقى هنا was جيب وراها هنا صفة لكن لو جاب لي you we they او اي اسم جامح هجيب were or weren't ونفس الكلام بعدها صفة تمام يبقى هنا عشان تفرق بين did وتفرق بين كلمة was aware did معها مصدر او didn't معها مصدر لكن was or wasn't aware او weren't معهم صفة مثلا المعلمون كانوا غاضبيين بالامس you weren't hungry انت لم تكن ايه جوعان طب ازاي اسأل was aware سهل جدا هجيب was aware بعد كده الفاعل بعد كده الصفة يبقى هنا was نادر absent هل نادر كان غائبا بالامس لو كان غايب اقول له yes he was لو ما كانش غايب اقول له no he wasn't لو هسأل بwhere اجيب ور في الاول اجيب الفاعل اللي هو you we they او اي اسم جامح اجيب ايه الصفة مثلا were they excited هل هو ما كانوا متحمسين yes they were او no they weren't were you busy هل انت مشغول yes i was او no i wasn't هل انت كنت مشغول يعني ايو كنت مشغول او لا لم اكن مشغول ناخد بقى كده السئلة على جزء الخاص بgrammar هناخد اسئلة من متحانات الادرات بتاع السئلة الفاتوة اللي قبلها وكمان اسئلة من كتاب الطالب number one my grandfather working in 2015 عايزو لك جده بدأ العمل او توقف هنا بقى خليباكوا توقف توقف عن العمل 2015 انت بتكلم على السنة في الماضي انزق السنة في الماضي بايه يبقى stop توقفها number two we not watch the film yesterday عايزو لك احنا ايه لم نشاهد الفيلم بالامس يبقى هنا we didn't طب لايه مصر ما قلتش ويرنت معنا قلنا ويرنت يجارع صفة لكن دينت يجارع مصدر number three مجدي عقوب stopped most of his work as a surgeon a long time مجدي عقوب توقف في معظم اللي عمل بتاعه كايه as a surgeon كجراح a long time ايه a long time ago يعني ايه من وقت طويل number four they know I'm the first team from Africa to win it هزو لكم ايه هم طبعا يعني كانوا اول فريق في افريقيا يرفز بالبطولة دي هم كانوا يبقى where تمام بحش اقول did لانه ما فيش فعل مصدر number five where did your parents not when they were young اين كان يعيش الولدين بتوعك لما كانوا صغيرين فاغلي بالك من السؤال did فعل برافع عليكم did فعل مصدر يبقى هنا live تمام number six نوع هاني هل هاني كان في الحفلة بالامس ده مصدر ده ما فيش هنا فعل مصدر ايوه ما ينفعش did طب ووز ولا وير كلمة هاني مفرد يبقى هنا ووز هاني هل كان هاني في الحفلة بالامس خلي بالك بعد ووز بجيب الاسم اللي هو الفعل يعني بجيب صفة واجيب مكان حرف جر حسب الجمه number seven you have fun هل انت يعني استمتعت بوقتك في السينما عطل اتناهية الاسبوع الماضية يبقى هنا did you have fun لان did فعل مصدر بقولك الاسبوع الماضي او الاجهزة الماضية number eight ايناس ايناس ايه لم تقابل اصدقائها بالامس واحد يقول ايه مصدر ياسر دي او المشفة على طول يبقى الماضي اللي هو مت اقول لك ما تستعجلش ليه ما احنا قلنا لما يكون جملة منفية فاعل didn't زائد المصدر يبقى هنا ايه يبقى ميت فعل مصدر number nine وين عمر was twenty twenty لما عمر يكون عنده او لما كان عنده 22 سنة اشارك اتاجدهم سمكة القرش هجمته and he not a leg وهو بالتالي فقد احد ارجله يبقى هنا lost a leg فعل ماضي من لوز number ten my father traveled to Germany يعني بابا سافر المانيا جايب لك هنا نقط twenty ten to twenty twenty من الفين وعشر الالفين وعشرين يبقى من الى يبقى هنا from two تمام هل يبقى complete صحة كلمة البنقسين طبعا بنتكلم هنا number one جمال not visit his uncle last week جمال لم يكن بزيارة عمه الاسبوع الماضي اذا هنفي في الماضي يبقى هنا didn't طبعا didn't وبعد didn't ايه قلنا didn't زاد المظر يبقى هنا number two my cousins not be not at home yesterday اولاد عمي لم يكنوا في المنزل بالامس طبعا هنا مفيش مظر مش هجيب didn't انه ما قول ايه were not او weren't ليه weren't عشان احنا هنا بنكلم على الماضي وطبعا ايه كمان النفي يبقى weren't وطبعا هنا كده صح مفيش حاجة تانية my cousins weren't at home number three meg cuts her fingers يسر مش معناها يقطع معناها جرحة هنا ميجا عملت ايه جرحة يبقى هنا cut بس يا مصر ايوة لان كلمة cut التصريفات التلاتة زي بعض شلت وخلاص عشان كلمة يسر داي موجودة number four who not win the africa cup of nations in twenty eighteen من اللي فاز because النوم الفراقية الفين وطمانتاشر انت بتقول من اللي فاز يبقى who won تمام تمام فاقول who did win لا انا بسأل على الفعل العقل ما بجيبش فعل مساعد فاقول who won على طول number five one of the boys احد الاولاد is absent is تقول لك احد الاولاد وجاب لك يسر داي بقى woes number six do you stay in a hotel when you traveled to her gada او عطت لخبط جاب لك stay في فعل مصدر وبيكلم في الماضي طبعا دي تبقى كابتال يبقى هنا did you stay هل انت كنت توقين في فندو لما سفرت الغرداء بعد كده طبعا الجزء بتاع skills write it write اكتب طريقة صحيحة بقول لك هنا how to write about what makes a hero اذا تكتب عن موضوع اسمه what makes a hero ايه اللي يجعلك بطل ما الذي يجعل الشخص بطل جاب لي هنا افكار تمام كده بنقرأ الافكار كويس حاول وجاب لك هنا الموضوع حاول تشوف الموضوع كويس وخد منه افكار وكتب باسلوبك انت دايما ما تحاولش تحفظ اي بارا جراف زي ما قلت لك قبل كده خد افكار وكتبها باسلوبك انت يعني الجمل بالعربي مثلا حاولها لجمل انجلش بس راعي ان اول كلمة في الجملة حرف باول حرف منها باخر الجملة فيه سيب بقى سفيت بين الكلمات زي ما انت شايف ما تشطبش خطك يبقى واضح ما انتغلطش في عشان دا كله عليه دراجات والموضوع قدامك هوا اتخذ منه افكار وكتبوا لعندك ايه استخدار اكتبوا في التعليقات وان شاء الله هارض عليك في عربات بازن الله جيد الوقت دورنا مع طبعا هنا اختبار عام على درس الاول والتاني واقول سؤال زي ما قلنا بعد كده سؤال معشان اضمن الاربع دراجات بتاع الليسنينج النص موجود في اخر الكتاب هتعمل ايه اقرأ الاسئلة الاول بالاختيارات قبل ما تسمع بييجي المدرس او المس بعد كده يقرأ لك النص اللي عنده تلات او اربع جمل انت عندك خلفية او فكرة مسبقة بعد مقرأت الاسئلة واللي ايه الاختيارات فبالتالي ده بيسهل عليك الحل بطرقة كبيرة جدا جرب الموضوع ده هتفرق معك كتير نشوف بها سؤال الديالوج بتاعنا احنا اتفقنا لما نيجي نحن الديالوج فيه اربع خطوات اول خطوة زي ما ظهر قدامنا دلوقتي على يمين كده خطوات تكوين السؤال بكتبها جنب الايه الديالوج عدد استفهام فعل مساعد فاعل فعل اس استكمل خطوة تانية اقرأ العنوان بتاع الديالوج ليه بيعرف ان الديالوج بيكلم علي هاني بيقرأ مقال ممكن مقال في جريدة مثلا الخطوة التالتة اقرأ الديالوج بالكامل من غير محل ولا كلمة ليه عشان اعرف التفاصيل بتاع الحل لان الاجابات بتاع الاسئلة اللي بعد كده او الاولانية معتمد على اجابات بعد كده فخلي بالك خطوة رابعة اقرأ الديالوج كمان مرة وابدأ احل سؤال واجابة نبدأ نشوف اول حاجة طبعا هاني بيقرأ مقال فعال بيقوله ايه ماذا تفعل اكيد طبعا هيقوله انا اقرأ مقال لان احنا خدناه من العنوان انا بقرأ مقال فطبيعا هيرد عليه هيقوله المقال ده عن ايه استخدم خطواتك من السؤال اللي قدامك على الاجابة اللي موجودة اول خطوة انت هتسأل على غير عاقل يبقى انت بتشتب اللي انت بتسأل عليه هتسأل عليه كلمة مصرين قدماء او مصرين مشهورين يعني زي مجد عقوب يبقى انت هتسأل بكلمة وانت هتسأل عليهم بواط ولا بو انت هتسأل بواط عشان الموضوع اللي بيكلم عليه الكتاب غير عاقل يبقى هنا واط تمام رقم اتنين فعل مساعد عندي هنا في از تمام رقم تلاتة الفاعل اللي هو اول الكلام اللي هو الضمير يعني اللي هو ات تمام رقم اربعة التكملة او الفاعل الاساسي لو موجود فاعل الاساسي مش موجود بكتب التكملة يبقى هنا قال له ده عن مجد عقوب او المصرين المشهورين زي مجد عقوب علي قال له هو ليه مشهور طبعا هنقول له هو اكيد جراح قلب مشهور او جراح قلب كبير وعظيم نقولها ازاي لان هو جراح قلب عظيم كبير علي سأل سؤال تاني فهني قال له هون ولد في بلبيس في شرقية وعنده ايه عنده جامعية خيرية هسأل اين اولدة يبقى انت هتشرب اللي بتسأل عليه اهم نقطة يا جامعة الشب اللي انا بسأل عليه طبعا انا بسأل عليه بسأل على المكان يبقى اين بلبيس ده الصور وطبعا ده تكملة مش محتاجة دلوقتي فانا هسأل اول ايه اول طبعا هتتسفى طبعا في الاول لان هنا تسأل عن المكان تمام اول حرف الكابتل زي ما تعودنا قبل كده يبقى الفعل المساعد الفعل ه والفعل الاساسي بورن يبقى اين ولد قال قال له فعلا اعتقد انه رجل عظيم فاحنا كلنا متفقين على الكلام ده يبقى ممكن نقول له ايه يقول له مسلا تمام يعني هذا صحيح او هذا صوب او امت على حق تمام نحل بعد كده سلت نومبر انا بحب الطقس البارد لانت ولدت فين ولدت في اوروبا يبقى هنا يبقى ايه وز بور اين لان اين بتيجي قبل قبل البلاد وقبل هنا قارة نومبر اتمنى ان نفوز ومسابقة استباحة بتاع المدرسة هذا العام يبقى هنا مطابقة استباحة نومبر ثري من وجهة نظرك يعني وجهة نظرك وقت نواط اهيره احنا قلناها شوية احنا بنكلم على زي نكتب باراغراف يبين ما الذي يصنع بطل نومبر فور بيعرف كيف يعني كيف يكشف على جسم الانسان من الداخل يعني عشان يساعد الناس لهم ايه لهم مرضى نومبر فائد جده او كان ايه هو كان معتاد ان هو يساعد الاطفال الفقراء يبقى هنا جده كان ايه يبقى كان بيعمل في جماعية خيرية تمام نومبر سيكس الفيلم is based on real الفيلم يعني قائم على ايه يترأوا ال real events ولا competitions ولا sports ولا finals طبعا real events يعني احداث حقيقية نومبر سبن لا يجب ان تأخذ ايه دون ان تسأل الدكتور يبقى اكيد لا يجب ان تأخذ medicine الدواء ماخدش دواء لمسأل الدكتور الاول نومبر ايه كيف 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 how did you كيف شعرت لما شفت الاسد بالامس how did you feel كيف شعرت تمام نومبر ناين Egypt's football team the Africa cup of nations in 2010 بري القومي لقرة القدم فاز بكاس الأم في رقع 2010 من المكالم في الماضي يبقى هنا one تمام نومبر تن your uncle born in 1961 خالبكوا دسيغة سؤال وجاب لي هنا born ولد ما ينفعش اجيب ديت عشان لو جبت ديت اجيب مصدر فبالتالي هنا was لان uncle مفرد was your uncle born هال عمك تولد 1961 ناخد بعد كده complete صحي كلمة بين قصين نومبر one he meet when he was twenty and they got married in nineteen eight ثري طبعا هو قابل في الماضي قابل عم نتوريم هو عنده عشرين سنة وتتزواجهم 1983 بدأ كله في الماضي الماضي بقى كلمة ايه مت لأن الماضي من مت مت فعلي غير منتظم نومبر two عزولك المدرسين ما كانوش غطبانين لم يكن جاب لي ب طبعا هنكلم في الماضي يبقى was aware فبنا هجيب كلمة where بس ايه برافو عليكم بس منفية يبقى نومبر ثري did نانسي هل نانسي not spent a nice holiday هنقولنا did فعل ايه did فعل مصدر برافو عليكم باي ايه بس spend تمام المصدر من spend يقضى اجازة سعيدة هتبقى يقضي spend number four my father worked last Monday it was a holiday امبارح كان اجازي يبقى هنا بابا اشتغل امبارح لا انا عاوزها منفية يبقى didn't work لم يعمل لان كان امبارح اجازة اخر سؤال عندنا write a paragraph of 90 words اكتب paragraph single معناه your hero البطل بتاعك وكلمنا عليها من شوية زي اتجع البطل والبطل بتاعك من تكلم عن المجد يا عقوب اي شخصية محمد صلاح اي شخصية تجيبك بس راعي الحاجات اللي بترك عليها وانت بتكتب لو عندك اي مشكلة بتبلي في وارود عليك ان شاء الله فارغ وقت وإذن الله حين كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجراز عشان تبصلك الفيديوهات بالقدمة ان شاء الله كان معكم مسرح من العبد من قناة روس العالمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته